السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم علي النبهان بهذا المقطع الفيديو انا راح جاوب على كتير سؤال بيسألوني يا الطلاب انا هاي المواد الخاص فيني طبعا من بعد ما تطلع نتائج الفنال تمام لجامعة انا ظلم تظهر بقى هون المادة ان تم ترفيعة او ان ما تم ترفيعة ماشي لهيك تجي تساعد الطلاب استاذ نجحت ما نجحت ترفعت المادة ما ترفعت المادة اه نجحت شرطي ما نجحت شرطي اللي نجح شرطي فيني اخذها ارفع معدلي في اكتر شو اعملو الاخري طيب هلا نحن راح نجواب على سؤال سؤال ونعطيكم معلومة معلومة هلا بداية بالنسبة لهذا الامر حتى تشيكوا انتم على الموضوع ننصح انكم تفتحوا من اللابتوب يعني من الحاسوب لما تفتحوا حسابكم مباشرة راح ياخدكم لهذا المكان واللي هو سيناو صنوة ضرب تمام يعني لما تظهر النتائج من سجلتوا دخول ان كان من خلال الاي دولات او ان كان من خلال حساب الجامعة الرقم التاجة وكلمة السري الوصلت من الجامعة راح يوصلكم لهون فور طيب لان افترض ما وصلكم لهون واخدكم على انا صيفة تضغطوا هون سيناو صنوة ضرب هيفتحتكم بهذا الخيار اول شي دار السادة اسم المواد انا بهذا الفصل عندي هاي المواد تمام سيناو نطو هوني شو هوني علامتي اللي حصلت عليها تمام بهذا الامتحان اوكي طيب علامتي النجاح بهذا الامتحان تمام قديش كانت كانت تساطعش فاصلة سبعة وثلاثين بالنسبة لمادة البروغرام لما تمام يعني انا اه لو جاي فوق تساطعش تمام بيجمعوا ليها مع علامتي بالفيزا انا هاي المواده كان نجحت عندي فهون هاي معناته بشر نطو طيب هلأ هارف نطو اللي هو انتو من هون لازم تعرفوا المواد نجحت ولا ما نجحت طيب هلأ هون ركزوا معي كتير منيح لموضوع العلامة الحرفية واللي هي هلأ انتو ازا شفتوا الحرف اف اف او في في تمام معانتو المادة رسبت شو المادة رسبت هذا الحرف يدل على انه هاي المادة رسبت يعني انه الطالب حمل هاي المادة طيب طيب هلا هذا الطالب راسب بكل المواد منجح فقط مادة وحدة اوكي هاي هي المادة اللي منجحها والحرف تبعه جي دي طيب هلا انا المادة الراسبة خلص يعني انا السنة اللي جاية ما بترفع يعني السنة اللي جاية ما بحسن ااخد مواد هلا هون بالنسبة لاتركية انتو ان نجحتوا كل المواد ما نجحتوا كل المواد ان كنتو هاي السنة سنة اولى السنة السنة اللي جاية تمام? انتم اردي رح تكونوا سنة تانية. تمام? هذا الامر مفروغ منه كنتوا تانية وتصيروا تالتة. كنتوا تالتة وتصيروا رابعة. واقيسوا على هذا الامر. هي النقطة. النقطة التانية. هلا نحنا هذا الشرح عم نعمله لعلامات الفصل التاني. تمام? يعني نحنا هلا بالفصل التاني. طيب. هلأ اي مادة من هاي المواد الراسبة تمام? انا عمتها فيني ااخدها مرة تانية ونجحها. فيني ااخدها اما بالياز اقوله اللي حيفتح بعد فترة او او ازا ما اخدت ياز اقوله السنة اللي جاي الفصل الثاني متل هالايام وابل تمام باخد المواد الراسبة بالفصل الثاني. يعني على سبيل المثال انا في عندي مواد رسبت بالفصل الاول تمام باخدها اما بالصافي كمان او السنة اللي جاي فصل الاول طيب هلا نفترض هذا الطالب صار سنة تانية جينا على الفصل الثاني اول الشي شو بيكون عنده بيكون عنده المواد الراسبة تمام السيستم بيقل له انه هي مواد راسبة عندك خود اخدها تمام هلا اديش انا فيني ضل عم ااخد مواد فيكم ضلوا عم تاخدوا مواد لحد الخمسة واربعين كريدي. طبعا هادا الامر وين حتشوفوه? اسناء تنزيل المواد. هيكون في عندكم اعداد كريدي المتاح خمسة واربعين. يعني بشكل عام بشكل عام اللي بتحسنوا تودو فيه مواد يعني ممكن يطلعوا عشر مواد اذا عشر مادة اتناشر مادة. يعني الراسبات هون وكم مادة من العام الجديد تبع الفصل الثاني. طيب يلي بيزيد. شو حنعمل فيه? يعني المواد اللي ما هيحسن اخذها بسبب رسوب المواد والمواد الجديدة. طبعا المواد اللي ما حتحسنوا تاخدوها ابدا يعني بسبب بنصار عليكم زحمة مواد نفس الفكرة بتروح لل الفصل الصيفي اللي يازقوا كله او يتمدد لكم فصل يعني سنة كاملة للسنة اللي جاي الفصل الثاني تمام بتاخدوا هاي المواد الراسبة. طيب. هلأ كل شي عدا الفي في هذا معناته المادة نجهد. طيب. شو هنن الاحرف النجاح الشرطي اللي موجودة بجامعة انا ضوله. هلأ نحنا فتحنا الدليل الجدول الخاص بسيستم العلامات الحرفي والنقطي. تمام? النقطي يعني هو اللي بيكونوا الارقام. طيب. هلأ متل ما ذكرنا نحنا الطالب ازا اخد في في معناته المادة شو? الصفر. معناته هاد الطالب اخد بالامتحان مما بين الصفر وللتلاتين. التسعة وعشرين فاصل تسعة وثسعين بالضبط. ان الطالب اخد تلاتين للتسعة وثلاتين فاصل تسعة وثسعين فالمادة طلت عنده دي دي. او دي جي او جي جي. طيب. شو الموادش الناجحة شرطي. هدول يلي انا ظللت عليهم. دي 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 جي او جي دي. ازا انتو مادة من موادكن الجامعية طلعت باحد هاي الاحرف للتلاتة. تمام? معناته هاي المادة نجحت نجاح شرطي. هاي المادة بامكانكن تاخدوها مرة تانية. يعني رفع العلامة فيها. يعني كنت اعتبروها انه اخدتوها من اول وجديد. رح تدخلوا فيها فيزا فينال. اوكي? طيب. هلا انا المواد الناجحة شرطي. لازم انا اخدها مرة تانية وانجح فيها مرة تانية. هلا الطلاب بشكل عام امتى بتاخد المواد الشرطية وتعيدها? لما بيكون معدلة العام. تبع الجامعة دون الاتنين. وهنا نوصلوا على حافة التخرج. معدلهم العام كان دون الاتنين وقتا هنن مضطرين ومجقبرين انهم ياخدوا بعض المواد الناجحة شرطي. مادي او ماديتين او تلاتة حتى يتم رفع المعدلة العام لا يحسنوا يتخرجوا. ولكن ان كان انتو في مواد تانية عم بتغطي على هاي المواد الناجحة شرطي. ومعدلكم العام كان ما فوق الاتنين. فكل المواد الناجحة شرطي خلص ما في داعي ابدا تاخدوها مرة تانية. طيب وصلت للفكرة. طيب هلا انا شلون بدي اعرف يعني علاماتي بشكل عام جيدة ولا مو جيدة منيحة ولا مو منيحة? انا بدي اعرف فضعي. يعني انا شون عم قدم? طيب هلا كل شي مواد كل شي مواد طلعت عندي جي 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 بي بي جي. تعتبر يعني ناجحة نجاح. اه فينا نقول يعني فوق الوسط. تمام? يعني وسط جيد تقريبا. هلا البي بي تمام? والبي اا تعتبر جيد. تمام? اا بي اا ا تعتبر ممتاز. اوكي? هاي مشان تعفوا انتم مستواكم كيف? يعني اللي اخذ من جي جي وفوق. تمام? خلاص هذا يعتبر وضعه ممتاز. خلاص يضل ماشي على هاي السوية. بس ازا الطالب اخذ دون جي جي هدول ثلاثة احرف. تمام? احداهن يعني عم يحصل عليه يحاول يرفع حاله بالمواد التانية. حتى المواد اللي رفع فيها معدله. تمشي معهم. وما يضطر ياخد الناجحة شرطي. طيب. هلا شرحنا الاحرف. اا المنيحة والشرطية والراسبة. هلا شو بقي نشرح لكون? بقي نشرح لكون موضوع المعدل الفصلي والمعدل العام. طيب. نحنا حنروح لوين? على النط. اوكي? هون بشكل عام تطلع المواد. هلا لو من هون فينا نشوف مواد الفصل الماضي. شايفين? اا دي جي. هلا دي جي متل ما انها شرطي. اا جي جي خلاص هي ناجحة جيد ومع فوق. اا نفس الامر. الفي في في هي راسبة. بنروح على نط. تمام? هلا هون هون اللي هو العام الدراسي. هلا قوز دون ما اللي هو الفصل الاول. بهار دون ما الفصل التاني. طبعا هاي لشو? السنة الاولى. يعني هدا طالب سنته الاولى. هلا بشكل عام شكل عام لطالما الطالب بكل فصل هو لازم ياخد تلاتين كريدي. فول تلاتين كريدي فهو اخذ مواد اما من فوق او عنده مواد راسبة. نحنا شو رح يهمنا او شو هو المهم او شو اللي هو الطالب لازم يشتغل عليه دائما ويضل عم يراقبه اللي هو قنال ارطالما. قنال ارطالما. هلا هادا الطالب بسنته الاولى معدله دون الواحد. انتو حتى يكون معدلكون جيد. ومنح لازم اقل الشي تحصل على اتنين من اربعة. تمام? اتنين من اربعة. هلا المعدل تبع الدنم ارطالما هادا لطالوا عليه. يعني هادا معدلكون للفصل. ماشي? انتو لما بتكون تتخرجوا ما رح يعادلوا ما رح يطلعوا على معدل الفصل. رح يطلعوا على القنال اللي هو بيشمل من اول ما بدأتو بالجامعة لاخر سنة بالتخرج. فدنم ارطالما هادا نحنا مالنا فيه. ما في اهمية نكون انتو تنتبهوا عليه. الاهم اللي هو بيثبت مستواكن بالجامعة هو القنال ارطالما. طيب قنال ارطالما بالفصل الاول كانت صفر فاصلة تمينة وسبعين. الفصل الثاني صفر فاصلة تمينة واربين. يعني ما زالوا الطالب وضعوا بخطر. هادا الطالب ازا السنة اللي جاية. يعني ان كان هادا الطالب هلا هادا برمجة حاسوب الفرق. ماشي? هادا ما احد سنتين. الفصل السنة اللي جاي فصل اول والتاني ازا ضل المعدلات هيك. هادا الطالب ما بيحسن يتخرج. ما بيحسن يتخرج لحتى يكون اقل شي معدله القنال ارطالما اتنين من اربعة. هاي هي التفاصيل اللي حبيت انا اوصلكم اياها. اه من هون سيناوسو نسلرة. تحصلوا على العلامات. من تحت بتهدو العلامات بشكل مفصل اكتر. من هون تدخلوا على موضوع المعدلات الجامعية الفصلية او العامة. هاي هي كل التفاصيل. بعتزر كتير على الايطالة من مقطع الفيديو. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. كان معكم علي النبهان.